يقول كيف تعلم مع ظلم الأهل وما حكم تفضيل أحد الأبناء على الآخرين مع العلم إن الأبناء نفس الطباعة ونفس الأخلاق أهم شيء أنك أنت لات غلط كون أهلك يفضلون بعض الأبناء على بعض أو بعض البنات على بعض أو كذا هذا بينهم بين الله سبحانه أنت لات غلط وهذا ابتلا أصبر وقل الحمد لله وقل لا أنا حسن من غيري خلي يفضلون أخوك عليك أخاك عليك ما المشكلة يا خلهم كيفهم هم يأثمون على هذا لكن أهم شيء أنت لات غلط أنت كون مستقيما بر والديك أحسن إليهما أحسن إلى إخوانك صر رحمك كون الآخرين أنت لات تحاسب على أعمال الآخرين والله المستعام